في العصمة عدن أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللوائي دروس الزبيدي على الدور المهم لهيئة مكافحة الفسادة في الحفاظ على المال العام واشدد اللواء الزبيدي لدى لقائه رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادة القاضي أفراح بادويلانا شدد على ضرورة أن تمارس الهيئة دورها الرقابي المنوطة به باستقلالية تامة مؤكدا دعمه ومساندته لقيادة الهيئة واستعداده لتدليل أي معوقات تعترض سير عملها بما يضمن إنجازها لمهامها التي حددها القانون بكل شفافية وحيادية